بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في خدمة دروس عنوان درسنا اليوم الأعداد الكسرية والكسور العشرية للصف الرابع الابتدائي سنتعلم اليوم بإذن الله الكسور العشرية الأكبر من واحد قراءتها وكتابتها شاهد معي هذا التمهيد يعد نبات الصبار من أبطأ النباتات نموا حيث يزيد طوله بمقدار 2.5 على 10 سنتيمتر في السنة يمكنك كتابة بعض العداد الكسرية على صورة كسور عشرية فهذا عدد كسري نستطيع كتابته على صورة كسور عشرية هيا لنأخذ هذا المثال بالمثال السابق عرضنا لكم العدد الكسري 2.5 على 10 نريد أن نكتبه على صورة كسر العشري الطريقة الأولى هي طريقة استعمال النماذج أولا نرسم نموذج يمثل الأعشار لأنه يوجد لديه هنا 5 على عشرة هذا النموذج لاحظ أنه مضلل بالكامل فهو يمثل الواحد الكامل أيضا نحتاج نموذج 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 أخر مضلل بالكامل لأنه يوجد لديه هنا 2 كاملة أو الاثنين الصحيح واحد اثنين وخمسة عشر نرسم نفس النموذج ومضلل منه خمسة أجزاء من العشرة كلها كيف نقرأ هذا التمثيل؟ اثنان وخمسة عشر أما طريقة الكتابة فهي أن نكتب من اليسار إلى اليمين ثم نضع فاصلة إلى أسفل ثم على اليمين الأجزاء الأقل من الواحد وهي خمسة عشر هذه هي الطريقة الأولى أما الطريقة الثانية فهي الكسور العشرية وذلك عن طريق جداول المنازل نرسم جداول المنازل كما تعودنا عليه سابقا يوجد لدي مئات عشرات أحد ثم الأقل من الواحد أو الأجزاء تبدأ بالأعشار ثم نضع الفاصلة هنا قبل الأعشار لاحظة أنه يوجد لدي هنا اثنين فنكتب اثنين في منزلة الأحد وخمسة أعشار أي أنه في الأعشار نضع خمسة إذن كتبنا هذا العدد أو العدد الكسري على هيئة كسور عشرية طريقة القراءة اثنان وخمسة أعشار أما طريقة الكتابة فهي أن نكتب من اليسار اثنين فاصلة إلى أسفل على اليمين الأجزاء الأقل من الواحد وهي خمسة أعشار لنبدأ بحل بعض التمارين تمرين واحد أكتب التمثيل التالي على صورة عدد كسري وكسر عشري نبدأ أولا بالعدد الكسري لاحظ يوجد لدي هنا واحد كامل إذن الواحد الصحيح نكتبه هنا واحد ثم نضع الكسر الذي يمثل هذا الجزء وهو واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة من الكل وهو عشرة إذن واحد وبجانبه الكسر سبعة على عشرة هذا هو العدد الكسري لأنه يحتوي على عدد وكسر أما الطريقة الثانية وحسب المطلوب من السؤال وهو الكسر العشري فبنفس الطريقة ولكن نكتب من اليسار إلى اليمين واحد فاصلة سبعة إذن هنا يوجد لدي هنا واحد صحيح وهنا سبعة أجزاء من العشرة وهي سبعة عشار ما بعد الفاصلة مباشرة يسمى أعشارا نأخذ تمرين آخر ولكن هذا التمرين ليس على العشار فقط وإنما على الأجزاء من 100 هيا لنكتب هذا التمثيل على هيئة عدد كسري وكسر عشري أولا العدد الكسري الأجزاء الكاملة أو الأجزاء الصحيحة لدي هنا واحد اثنين ثلاثة نكتب ثلاثة وبجانبها الكسر لاحظ أن هنا هذا الشكل مقسم إلى 100 جزء إذن سيكون لدي في المقام 100 أما في البسط فهو بعدد الأجزاء المضللة هنا عشرة أحد عشر إثنى عشر إذن سيكون الكسر في هذا العدد الكسري 12 على 100 العدد الكسري هو 3 و 12 على 100 أما الطريقة الثانية بحسب المطلوب من السؤال وهو الكسر العشري فبنفس الأسلوب عدينا ثلاثة نكتبها على يسار الفاصلة ثم نضع الفاصلة وعلى اليمين الأجزاء الأجزاء يوجد لدي 12 جزءا من 100 إذن الكسر العشري هو 3 و 12 من 100 تمرين 3 أكتب 62 وتسعة أعشار على صورة عدد كسري وكسر عشري سهلة جدا أولا العدد الكسري يوجد لدي هنا 62 هذا الجزء الصحيح من العدد الكسري نكتب 62 وبجانبها الكسر تسعة أعشار وما يمثل على التسعة أعشار عبارة عن كسر له بسط تسعة والمقام عشرة أما الكسر العشري فهو كما قرأنا 62 فاصلة تسعة هذه طريقة الكتابة ولكن القراءة كما هو هنا 62 وتسعة أعشار تمرين أربعة أكتب خمسة وأربعة من مئة على صورة عدد كسري وكسر عشري عملية سهلة أولا العدد الكسري الجزء الصحيح خمسة والأجزاء التي تمثل على هيئة كسر أربعة من مئة أينا نكتب البسط أربعة والكل مئة إذن العدد الكسري خمسة وأربعة على مئة أما الكسر العشري فسيكون بصورة لابد أن ننتبه لها جيدا يوجد لدي هنا خمسة وأربعة من مئة فقط فالطريقة الصحيحة هي أن نكتب خمسة فاصلها الأسفل صفر أربعة لماذا نضع صفر هنا لأن هذه منزلة الأعشار فإذا كتبنا بهذه الطريقة خمسة وأربعة عشار هذا خطأ فالمطلوب هنا خمسة وأربعة من مئة وليس أربعة عشار إذن نضع صفر في منزلة الأعشار ثم نكتب الأربعة طريقة القراءة هنا خمسة وأربعة من مئة تمرين خمسة أكتب العدد الكسري أحد عشر وستة على عشرة على صورة كسر عشري هذا عدد كسري نريد أن نكتبه على صورة كسر عشري الطريقة سهلة جدا نكتب أحد عشر ثم نفاصل إلى الأسفل ستة عشر هنا ستة على عشرة وهذه التي بعد الفاصلة تسمى أعشارا فنقول ستة أعشار أي أنها ستة أجزاء من عشرة أجزاء تمرين ستة أكتب العدد الكسري ثلاثمائة وستون واثنى عشر على مئة على صورة عدد كسري مهما كان العدد كبيراً فالعملية سهلة بنفس الطريقة نكتب على اليسار الجزء الصحيح ثم نضع فاصلة ثم نكتب عدد الأجزاء إذن نكتب ثلاثمائة وستون واثنى عشر جزءاً من مئة كيف نكتبها؟ نكتب الجزء الصحيح عن يسار الفاصلة ثم نضع الفاصلة وعن يمينها نكتب الأجزاء وهو إثنى عشر من مئة لاحظ أنه إذا كان لدي في البسط منزلتين فإنني أكتب في الأعشر العدد الأكبر وهو العشرات فهنا إثنى عشر أحسنتم وبرك الله فيكم والآن وصلنا إلى مرحلة التقويم اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي يوجد لدي هنا تمثيل وهنا ثلاثة خيارات سأحاول أن أعرف التمثيل قبل أن أقرأ الخيارات فإذا وصلت إلى الجواب الصحيح سوف أختار مباشرة هنا يوجد لدي العدد الصحيحة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة والأجزاء من عشرة واحد ثلاثة أربعة خمسة من الكل وهو عشرة إذن لا يوجد لدي هنا جزء صحيح فيه خمسة إلا الخيار ألف فهو خمسة صحيح بينما هنا الباء الثلاثة والجيم ستة والجواب الصحيح هو الجواب ألف خمسة وخمسة عشر كما هو ممثل به الرسم المجاور إذن الجواب الصحيح خمسة وخمسة عشر فقرة أخرى في هذه الفقرة الجواب معروف وسهل جدا هيا لنقرأ خمسة عشر وواحد من مية أين الخمسة عشر وواحد من مية هي في الخيار باء خمسة عشر وواحد من مية الفقرة الثالثة تسعة واثنين على عشرة هي عبارة عن تسعة واثنين من عشرة أو تسعة وعشرين إذن الجواب الصحيح هو باء خمسة وعشرون واثنين وسبعين على مية خمسة وعشرون واثنين وسبعين على مية كيف نقرأها نقول الجواب الصحيح هو خمسة وعشرون واثنان وسبعون جزء من مية أين الخمسة وعشرون واثنان وسبعون جزء من مية هذه هي في الخيار جيم خمسة وعشرون واثنان وسبعون جزءا من مية تعلمنا اليوم الكسور العشرية الأكبر من واحد قراءتها وكتابتها وقلنا أننا أولا نحدد الجزء الأكبر من واحد ويكون عن يسار الفاصلة ويكون في منازل الأحاد والعشرات والمئات هذا إن كتبنا جدول المنازل للتوضيح أما الجزء الأقل من واحد يكون يمين الفاصلة وهو ما يمثل الأعشار والأجزاء من مئة فنضع فاصلة ثم نكتب الأعشار والأجزاء من مئة أخيرا مثلا العدد مئة وخمسة وأربعون ثم فاصلة ستة وعشرون يكتب بهذه الطريقة مئة وخمسة وأربعون وستة وعشرون جزءا من مئة نشكر لكم حسن استماعكم وحضوركم لهذا الدرس ونتمنى لكم التمييز والتفوق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته